السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان الجميع يكون بخير. اليوم ان شاء الله الاخ ديالي غايدير معكم طاجين ديال السامك. اه كيف قلت لكم في الفيديو السابق. اه لازم تكلوا الاسماك في شهر رمضان. هنا غادي دير زيت الزيتون. واحد الكمية. ثم غادي اضيف البصل والتوم. رأس توم محقوق. كنت عرفوا بانا رأس توم كيكون هو عبارة عن مجموعة من خصوص توم. ويضيف كذلك القزبر والمعدنوس. اللي كان نقولولي احنا الرباع. حتى هو مقطع. مزيان. هو الاخ ديالي كيبغي يخدم بيد دي. ما يديرش الملعقة. تبارك الله عليه. هنا عدنا اه طماطم. اه حب الطماطم. حكها. مزيان. تقوم انا بتقطعها مزيان. اه هذا والسمك اللي قلت لكم. كيكون على شكل افعى. بحل افعى. وهو كيكون ديال البحر. كنسموه حرتوكا. اه ممكن يكون عندو اسم اخر اه في مناطق اخرى. اضاف هنا. اه الكرافس. او كنسموها اربطة. ديال الكرافس. وهاد حرتوكا. اي هاد السمك. اه هو سخون. اه عندو فوائد زاف. بالنسبة للناس اللي كيكون اه عندو مآلام في الظهر او المفاصل. كيديروه بهالطريقة. وبالاخص مع الكرافس اللي كتليكم. وديروه بالليل احسن. باش ميدربكمش البرد. وططوم زيان. المويم هنا ها هو ستف. اه هاد القطع ديال حرتوكا. على هاد الشكل. او اضيف لها الان اه قطع او اللي تخونش ديال الليمون. اي اللي كنقلولي احنا الحامض. احنا كنقلول هاد الليمون الحامض. بالدارجة المغربية. ثم اعمل فصوص توم هاكدا ما مقطعاش. صحيحة. وكذلك فلفل حار اي مزود. احنا الان غيعمل توابيل. توابيل غيدير ملعقة صغيرة من الفلفل الحار كذلك. الناس اللي ما كيكوش الحرور اي الحار. ما يديروش. احنا حيز كان نبغو الحار ووه بالاخص الاخ ديالي كيكو الحار. احنا قلت لكم بانا دار ملعقة صغيرة فلفل حار اي بودرة. ثم اعمل ملعقة صغيرة من الكركم. اي اللي كنقلولي احنا الخركم عود. ثم بابريكا اي اللي كنقلولي احنا الفلفل الحلو. وكذلك ملعقة صغيرة من الزنجبيل. ونصف ملعقة من ابزار. ها الطاجين خصو يكون على نارة مهيلة بزاف. باش ميتحرق ليكمش. ويبقى فيها الماء ديالو. ويطيب مزيان. هاد سمك حرتوكا ما كيكونش هاكده. كيكون كيف قلت لكم بحل افع طاويل ورقيق شويك ماشي غليض. وكيكون عندو جلدة. وهديك الجلدة كتطلب من اه صاحب السمك اي باع السمك هو اللي كي افصخها. اي كي حيدك ديك الجلدة. وكي حيدحت الرأس كذلك. لان الرأس ما كيتكالش. ممكن هاد سبك حرتوكا. كي طيب كذلك مع الزيتون. المهم هو كي نضيفو ليه القليل من الماء لأنه اه خاص غر السمكي طيب. والآن غادي ضيفو ليه زيت الزيتون. ولو انه لدي زيت زيتون في الاول ولكن الآن غادي سقي هاكا من الفوق بزيت الزيتون. متمنى ان هالطبق يعجبكم وان شاء الله اه تجربوه. واللي عجبكم فيديو ديلوا لي اي جام او البصمة كما تقولون. وديروا يتعليق زوين كيف كتديروا دائما والناس الجداد الى عجبتهم القناة الديالي او عجبهم فيديو من الاحسن يعملوا ابوني اسفل فيديو اذا اغطوا عليها ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا باي جديد ديالي وكنشكر الجامع. وكنشكر كذلك الناس القدام عندي بزف 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 اللي باقي جزاهم الله خيرا انو كيدا عموني. ويسمحوا لي الى قصرت من جيتهم. اه ماشي بيدي. لانا عندي ضروف. ولكن راها كنشاهد ليهم. اه طبق ديالنا هو هادا. هاو اتبرك لكي تربك. احنا كنقولو كي تربك اي كي غلا. انتمنى او اعجبكم هو هادا. وراكي جزوين. وانتوما يلا بغيتو ما تكتلوش الزيت. اه احسن. حيت كين لي ما كي يبغيش الزيت بزاف. ولو انه زيت الزيتون. انتمنى لكم فرجة ممتعة. او متابعة الفيديو ممتعة. وبصحة وراحة. وانتمنى انكم تجربوا هادا الطبق. ويعجبكم. الى بغيتو دلوها الطبق في رمضان. اه كيف قلت لكم. نقص من الزيت. ولو انه زيت الزيتون. شاهية طيبة. دمتم في رعاية الله. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم. اذا كانت هناك بقية في العمر. مع السلامة.